بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يعتقدون أن الكون عبارة عن مشرق واحد ومغرب واحد كما على الأرض الشمس تشرق من جهة وتغرب من جهة ولكن تبين أن هناك كواكب فيها عدد كبير من المشارق والمغارب كل يوم دعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف وكيف أشار إليه القرآن بدقة مذهلة إنه كوكب اكتشف حديثا يخضع لعدد من المشارق والمغارب إنه كوكب يدور حول ثلاثة نجوم بطريقة حيرت العلماء طبعا هذا الكوكب يقع على بعد ثلاثمائة وأربعين سنة ضوئية من الأرض أي ما يقارب ثلاثة ألاف وأربعمائة تريليون كيلومتر وبعد مراقبة هذا الكوكب تبين أن النجوم الثلاثة تتناوب في شروقها وغروبها وبالتالي فإن هذا الكوكب يدور حول ثلاثة نجوم ويخضع لعدة مشارق ومغارب هناك كواكب كثيرة هذه الكواكب تدور حول نجمين فهناك مشرقين ومغربين نحن على الأرض لدينا مشرق ومغرب هناك كواكب فيها مشرقين ومغربين وهناك كواكب تدور حول ثلاثة نجوم ربما أكثر لديها أكثر من ثلاثة مشارق ومغارب سبحان الله القرآن الكريم أعطانا إشارة لطيفة دعوني أتأمل معكم هذه الآيات الكريمة قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب وقال أيضا رب المشرقين ورب المغربين وقال أيضا فلا أقسم برب المشارق والمغارب سبحان الله القرآن أنبأنا عن مشرق ومغرب رب المشرق والمغرب ثم عن مشرقين ومغربين رب المشرقين ورب المغربين ثم عن مغارب ومشارق متعددة فلا أقسم برب المشارق والمغارب سبحان الله من كان يتخيل زمن النبي عليه الصلاة والسلام بوجود مثل هذه الحقائق العالمية والله إنها تشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله الحق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر